ونبقى في مسار التوجهات بين بغداد والاقليم فقد أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني القطيع مع غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتخويل رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني حسم وزارتي الأعمار والبيئة وقال القيادي محمود خوشناو أن اليكتي والبارتي حاليا بينهما قطيع على مستوى الاقليم والاتحادي وقد خول اليكتي السوداني ما يراه مناسبا للحكومة وفق التوازنات السياسية واستحقاقات الشراكة في الحكومة ونأمل بعيدا عن المناصب أن يتحقق المنهاج الوزاري وإنجازات تتماشى مع مطالب المواطنين وأضافنا الاتحاد الوطني ومن خلال اتلاف إدارة الدولة ذاهب لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل دستوريا والوقوف على جميع القضايا التي هي محل خلاف بين المال والطاقة وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وأقلمته مع القوانين الموجودة في أقليم جردستان لتصفير الأزمات أو تسوياتها تحت سقف الدستور ترجمة نانسي قنقر